تاني أكتر لاعب أفريكي على الإطلاق سجل أهداف مع منتخب بلده في الماتشات الرسمية 42 هدف بعد إطةه 45 جول أكتر أفريكي ساهم بأهداف مع منتخب بلده آخر 40 سنة أكتر أفريكي صنع أهداف مع منتخب بلده منذ بداية القرن الـ 21 خمس أكتر أفريكي على الإطلاق سجل أهداف بصفة عامة مع منتخب بلده صاحب أسست سعود مصر للاعاب الأولمبية 2012 لأول مرة منذ 20 عام آخر 30 سنة منتخب مصر سجل 8 أهداف في الأولمبيات محمد صلاح ساهم بأربع أهداف منهم آخر 45 سنة لعب واحد فقط مصري اللي قدر يتصدر هدفي تصفيات أمم أفريكا المؤهلة لكأس العالم 2017 محمد صلاح اللاعب الأفريكي الوحيد اللي تصدر هدفي تصفيات أفريكا المؤهلة لكأس العالم مرتين وحاليا متصدر تصفيات للمرة الثالثة بمشيئة رحمان محتاج 3 أهداف فقط ويبقى الهدف التاريخي لتصفيات أفريكا المؤهلة لكأس العالم مصر تاريخها كله 5 أهداف في كأس العالم صلاح سجل 2 منهم 2017 أكتر لاعب ساهم بأهداف في أمم أفريكا 2017 تاني أكتر لاعب صنع أهداف وفرص حقيقية في بطولة أمم أفريكا صلاح سطر أضعف جيل جه في تاريخ مصر مفيش ولا لاعب جه ولا هيجي كان ممكن يعمل اللي عمله محمد صلاح مع منتخب متواضع زي ده أنا شخصيا لمت على محمد صلاح أثناء كأس أمم أفريكا الماضية بعد الإصابة والأيام أثبتت أن صلاح كان على حق وأنه فعلا كان مصاب وكان يستحق الاعتذار بنسبة 100% عموما صلاح بيشيلوه فاتورة سبحان الله فاتورة خيبة منظومة كاملة من وجهة نظر الشخصية شابوه محمد صلاح شكرا